موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودواها وعافية الأبدان وشفاها ونور البصائر والأبصار وضياها وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مرحبا بكل مشاهدي الكرام مشاهدي قلوب عامرة أسعد بتجدد لقائي وحضرتكم وأسأل الله تعالى التوفيق والسداد والإخلاص دائما في القول وفي العمل اللهم آمين أداء الحقوق أمر مهم جدا في شريعة الإسلام وأصناف الحقوق التي يمكن أن تؤدى كثيرا جدا في عالم الإنسان ومن ضمن الحقوق المقرر على الإنسان المؤمن أن يلتزم بها هي حق المرأة في المهر فأداء هذا الحق شرط مهم جدا والنية المبيتة بعدم القيام بأداء أو بسداد هذا الحق المتعلق بأمر أو بعقد النكاح وهو مهر المرأة الحقيقة أنه جاء فيه ترهيب شديد من حضرة النبي عليه الصلاة والسلام وهذا الأمر لابد أن نقف عنده قليلا لكثرة الأسئلة في هذا المضمون وكذلك لرسال بعض السائلات فيما هو عقاب الزوج المتهرب من القيام بحقوق الزوجية وبالذات عند أمر الطلاق أو حتى قبل ذلك من تضييع حق المرأة في المهر الذي أوجبته الشريعة الإسلامية على الرجال بأنه بيبدأ الإنسان هذه الحياة بأنه بيقدر لها مهر مثيلتها وأنه بيدفع لها هذا المهر وأن هذا المهر إما بيكون أثمان أو أنه بيكون قيمة في حد ذاته بما ترتضي المرأة وبما يرتضي أولياءها كذلك ودي بداية أو إشارة على أن هذا الدين يكرم هذه الإنسان يكرم المرأة عند بداية أمر الزواج ليتعلم وليعلم الزوج كذلك بأن هذه المرأة هي مسؤولة منه فلابد عليه ويجب عليه القيام بالحقوق التي تجب للمرأة نية الإنسان وتبيت النية بعدم القيام بهذا الحق أو التهرب من دفع كأنه مثلا تأتي مطلقة إنسانة يعني طلقها زوجها الأستاذة جيهان مش هنقول اسم كامل واللي زوجها سرق العفش وتركها وطلقها ولم يعطي لها حقوقها ولم يعطي لها مهرها أحيانا بيكتب في القاسيمة أو الزواج بأنه ده مؤخر لأن إحنا في تعرف عليه العرف بأن إحنا إما بندفع المهر كله مؤدم أو جزء منه مؤدم والجزء الثاني بيكون مؤخر المؤخر ده دين في رقبة ذلك الزوجي إما هو كتبه ومفهمها أنه حيسدده لها خلال السنوات المقبلة أو فيما تعرفت عليه أو فيما وجد عند بعض الأعراف عند الطلاق أو عند وفاة الزوج عند الطلاق تأخذ هذا المؤخر بقية المهر الذي لها وهو بيبقى دين في رقبة الزوج أو أنه عند الوفاة بيستخرج من ضمن الديون التي تجب عليه فبيستخرج هذا الدين وبيعطى لهذه المرأة المتوفة عنها زوجها أو بيعطيها لها الإنسان الذي يريد أن يطلق هذه الزوجة إذن هذه من الحقوق يعني من الديون التي تجب على الرجل إذا أخرها الرجل فلم يعطيها للزوجة على جهة أنها شيء عاجل إنما أجل دفع جزء من هذا المهر مؤخرا تنظيم هذه الأمور لابد أن نعرف أنها من باب الحقوق يعني مش عشان إنها زوجتي فأنا أستمر كما يستمر البعض حقوق المرأة أو كما نرى عند البعض استمراء حتى كسب المرأة ده ربنا سبحانه وتعالى جعل لكل من الزوج والزوجة دم مالية مستقلة لا هي بتدفع عنه الزكاة بتاعته ولا هو بالعكس إنما حتى لو كان بينهما مال مشترك بيعزل بيبقى كل واحد المال المشترك ده بينفصل وكل واحد بيحسب زكاة ماله لأن له ذمة مالية مستقلة طيب ترهيب الشريعة عن ذلك أو ترهيب الشريعة في قضية التهرب من أداء هذا الحق للمرأة صداق المرأة وآتوا النساء صدقاتهن نحلة هذا الأمر دين افترضه الحق على الرجال وجب على الرجل أن يعطي للمرأة صداقها أي مهرها مما قل أو مما كثر المهر مالوش حد في الأكثرية ولا له حد في الأقلية إنما ده بيدخل فيه أسباب كثيرة مهر اللي في نفس مستواها من قريبتها مثيلتها أو إنه بما يرتضي كل من يعني يقبل به الإنسان الذي يريد الزواج من ابنتي فلان ويقبله الأهل فلا حد له بالأقلية أو بالأكثرية فمهما كان ذلك المهر قليلا أو كثيرا جاء التنبيه على ضرورة القيام بأداء هذا الحق الذي يجب للمرأة على الرجل تجد النبي عليه الصلاة والسلام لأن هذا أمر متعلق بالحقوق واللي إحنا دايما بنأكد عليها حقوق الآدميين مشكلة كبيرة إذا تساهل الإنسان في القيام بها وهذه الحقوق ليست مادية فقط إنما هناك حقوق مادية وهناك حقوق أدبية وكلا يعني هذا الحق المادي وهذا الحق الأدبي لابد إن الإنسان ينتبه إليهما وهذه الحقوق ليست بمجتمع الإسلام فقط إنما هي بالعالمين الإنسان إذا قصر في القيام بحق أي إنسان أو اكترأ على حق أي إنسان أو سلب من أي إنسان شيء لا اغتصبه أو أخذه على غير وجه الحق أو أهدر أو أضاع حقوق العالمين يحاسب الإنسان على ذلك حسابا شديدا هذه الحقوق التي نظمت هذه الشريعة الغراء جميع الحقوق التي تجب لجميع الخلق ليس للإنسان فحسب وإنما للإنسان وللأكوان وللحيوان ولكل ما فيها لها حقوق لابد الإنسان أن يقوم بأداء هذه الحقوق يعني لما تكلم النبي عليه الصلاة والسلام عن ضرورة إن الإنسان يوفر المياه لما تكلم النبي عليه الصلاة والسلام فجعل أن الاقتصاد ده أمر من الأمور المهمة أن الإنسان دايما لا يهدر ما بين يديه من النعم ما هي كل دي حقوق لما تكلم عن طريقة ذبح الحيوان بطريقة تكون شرعية الذكاه الشرعية وكذلك بطريقة فيها آدمية فيها رحمة فيها رعاية فتجد أن الشرع الشريف تكلم حتى في نوع الأداة اللي بيدبح بيها اللي بيدكي بيها الإنسان الزبيحة التي أحلها الله له أن يأكلها في طريقة معينة فيها رحمة فيها رعاية فجعل حفظة هذه الشريعة لجميع الخلق الحقوق التي تجب لهم جميعا نرجع لقضية المرأة في صداقها ومهرها ماذا لو أن ذلك الزوج تهرب من أداء ذلك الحق أخبر النبي عليه الصلاة والسلام وهو يخبرنا في هذه القضية بجزاء صعب جدا لذلك الإنسان الذي يتهرب بل ويتساهل في أمر أداء الصداق للمرأة فيخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام في أنه قال صلى الله عليه وسلم أيما رجل تزوج امرأة على ما قل من المهر أو كثر وفي نفسه ألا يؤدي إليها حقها فخدعها فمات ولم يؤدي إليها حقها لقي الله وهو زان لو هو ذلك الرجل في نيته سواء النبي تكلم عن المهر قل أو كثر يعني الإنسان ما يستقلش الشيء ما يقولش يعني دي حاجة بسيطة ما يقولش ده يعني حاجة لا تذكر هي لا تذكر ربما في دنيا الإنسان لكنها في عالم الملكوت في الإحصاء على ذلك الإنسان من جانب الحسنات ومن جانب السيئات يحصى على الإنسان كل حاجة أدى حبة الخردل اللي هي يعني شيء يسير جدا ربما لا يراه الإنسان حاجة بسيط أو أقل من حبة الخردل كما ذكر القرآن ونص القرآن الكريم فما تقولش ده صغير وده كبير أداء الحقوق لابد فيها أنها تؤدى بدقة شديدة فذلك الرجل الذي تزوج امرأة على ما قل من المهر أو كثر كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام وفي نيته أن لا يؤدي إليها حقها فخدعها فمات ولم يؤدي إليها حقها لقي الله وهو زانم بيحشر مع الزناه بيبقى زيه زي هؤلاء الزناه وده من باب الترهيب في ذلك الأمر أن النبي عليه الصلاة والسلام يخبرنا بوضع ذلك الإنسان ذلك الرجل الذي يتهرب من أداء حق هذه المرأة يوم القيامة في يوم القيامة فلا يقوم بأداء المهر الذي يجب لهذه الزوجة إذا مات ذلك الرجل على هذا الحال لقي الله وهو زان يبقى الناس اللي بتأخر بندي مثل أنه يأخر المهر ويقولك حتى لو أنا فحصلت مشكلات فاضطروا لمسألة الطلاق وكان ذلك الطلاق يعني لابد معه أن تقوم أو أن تأخذ المرأة جميع الحقوق التي تجب لها على ذلك الزوج الذي طلقها فييجي يهرب يسيب لها البيت ويطلقها زي ما هي يعني بتتكلم وبتقول أنه هو سب لها البيت وسب بنت وهي عمرها سنة ونص وبانتهى دلوقتي ست سنين أو الأخرى الأستاذة مونة اللي بتتكلم عن فكرة أنها لم يعطي لها أي حقبل قعد أنه يساومها على هذه الحقوق وهو اللي انحرف بسلوكه وبتقول هو اللي أهمل البيت وترك البيت وضاقت ذرعا بعد عشر سنوات من زواجها وأعخذ يرغمها على أنها تتنازل عن هذه الحقوق بما فيها يعني المؤخر الذي يجب لهذه الزوجة وهي لم تسعى إلى أمر الطلاق ولم تطلب ذلك الأمر لكنه كان تقصير من ذلك الزوج في القيام بالحق الذي لها كل هذه الأصناف والنماذج الحقيقة نحن بنشوفها في المجتمع الإنساني أنه ذلك الزوج الذي يتهرب من حقوق الزوجة عند أمر الطلاق فمش عايز يدفع عليها المؤخر بتاعها وهو كان بيكتب على نفسه هذا المؤخر وفي نيته أنه لن يؤدي لها عند الطلاق إنما هو بس يلا عشان يعني ينهي أو يعجل بأمر الزواج أو ذلك الذي في نيته لذلك المعصر أنه مش قادر يدفع وقال لك بقى لما يكون معي خلاص هي تبقى معي في البيت فنا لا أعطي لها ذلك المهر كل أنواع هذا التساهل من القيام بأداء مهر المرأة في ونية المبيتة بعدم القيام بهذا الحق الحقيقة أن النبي عليه الصلاة والسلام وصف ذلك المتساهل المتهرب من القيام بأداء هذا الحق بأن ذلك الإنسان إذا مات على هذه الحال ولم يؤدي لهذه المرأة ذلك الحق وكلمة دايما التعبير بكلمة الأداء هي القيام بالحق بالتكليف الذي كلفه الحق سبحانه وتعالى به فأداء ذلك الأمر يجب على الإنسان القيام به لكنه بيتهرب مش عايز يؤدي ذلك المهر بيضغط عليها يساومها على حقوقها ولا يؤدي لها تلك الحقوق ومن ضمنها عملية المهر ذلك الإنسان إذا مات على ذلك وهو لسه كده في الدنيا حتى لأي إنسان قص إلحأ نفسك وأدي هذه الحقوق من قبل أن يأتي يوم القيامة وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلم حقوق الأدميين مصيبة كبيرة أن يقصر فيها الإنسان ومن آكد هذه الحقوق حق الزوجي إن أحق ما وفيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروج فأقوى أنواع الشروط وأقوى أنواع الحقوق حقوق الزوجية وفهمنا ذلك أيضا من خلال القرآن الكريم لأن النص القرآني دقيق جدا في طريقة التعبير فلما يصف الحق سبحانه وتعالى عقد الزواج بالميثاق الغليظ إذن كل ما يترتب ويتصل بهذا العقد من الحقوق ومن الواجبات ومن الأمور التي تجب على كل طرف لابد أن يتق الله كل إنسان تجاه الطرف الآخر الزوجة تجاه الزوج والزوج تجاه الزوجة لأن وصف القرآن الكريم العقد الزوجية بالميثاق الغليظ يكسب ذلك العقد قداسة ويجعل لهذا العقد أو التهاون أو التقليل من الاهتمام بما يمليه هذا العقد من الحقوق والواجبات بيجعل أن هذا الأمر أمر خطير وعلماءنا لما بيجوا بيفهموا أحق الأمور وأقوى الشروط وأقوى العلاقات مش معنى كده أن نحن نهدر أو نتساهل في باقي العلاقات الإنسانية لا المعنى أن العقاب فيها شديد والتفريط في أمرها أمر خطير ونسأل الله سبحانه وتعالى السلامة ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا جميعا على القيام بأداء هذه الحقوق المتعلقة بنا جميعا تبقى جزئية نتكلم فيها بس بعد ما ناخد من معنا على الهاتف سلام عليكم أم نورا تحاول معنا تفضلي يا سيدة أم نورا السلام عليكم تفضلي يا فن مسكنتي أن أنا سايدة بيتي بقلي سمتين بعد عشرين سنة جواب أنا بس عايزة حريك تعللنا صوتك شوي بعد عشرين سنة جواب أيوة بس إحنا نخفض صوت التليفزيون مش لازم تسمعوني من التليفزيون عشان صدى الصوت يا سيدة أم نورا ما وقية والله طال حضرتك لصوتك بعيد معلش فعلا طب يا جماعة في الستوديو عايزين نعلي الصوت لست أم نورا بقلي عشرين سنة متجاوزة أيوة وكان معي بنت باباها ميت واتفقنا أبن الجواز أني أنا هاخدها معي واخدت حاجتي كلها وحاجتها كلها المهم معشان ما تقولش على حضرتك أنه هو بعد الجواز قال لي لأ أنا مش هااا ما ليش زعوة بنلبيها خالص ويتكلام اللي أنا أطولك المهم المهم التنيفنا عايشة معا لأن حملت منه وجبت بنتين وأهل اللي أخدوا البنت وربوها وما جات كبرت وجات أجوزها فطبعا محتاجة فلوسه اللي كان بياخد مرتب كله لأن احنا الاتنين في شغل واحد تمام مع حضرتك فما جيت عشان أجهزها وكده طبعا الآية ألبت 180 درجة طلعت من البيت وقفن البيت وفي محافن وكده وغير الكوالين وبيطلع عمره كل سنة وبيطلع حج وبيجاهز ناس برة وسايب عياله للبنتين بنتين كبر يعني أصغر عائلة للتعدادي والكبرة في تانية كلها دلوقت وأنا اللي شايلة كل حاجة ومحاكم وكل فين وفين عبل ما روح يرمي لي حاجة في المحكمة دلوقت عمل عليها طاعة وروح تنفست الطاعة فعلا بس قفل الباب وما ردش يدخني ودلوقت عمل لي قضية مشوز فأعمل مع العلم إن كل سنة بيطلع عمره وبيجاهز ناس برة وملهوش دعوة بناته دل خالص حتى بناته اللي من حضرتك يعني اللي هم من حضرتك من اتنين اتنين من أنا وبقالي سنتين سايب البيت وملهوش دعوة بهم خالص حتى ما بيروحوا يسألوا عليه انت رفعت عليه قضية نفقة ولا عملتي ايه نفقة واتحكم لي فيها بس انت عارف المحاكم فنو خنع بالمصدخي كل شهر بيرميلا حاجة في المحكمة بس فا دلوقتي عمل لي قضية مشوز وانا روحت روحت البيت وهو لو عندي شهود من البيت وانت أثبتت الحالة دي بطريقة أو بأخرى يعني جدت معاك شهود وأثبتت الحالة ايوة طبعا وعند شهود طمام هو مش عايز انه هو هو بيبهدلت يعني هو بيبهدلت هو بيبهدلت حاجة انا وليال هو عايز ايه بس انا بس متعجبة من شيء يعني هو كان ليه بيروح يقبض عن حضرتك ليه انت ما بلغتيهمش في العمل ان انا اللي اقبض فلوسي وانا من اول يوم لا هو احنا الاتنين في شغل واحد انا كنت مستأمينها على كل حاجة يا ستة منورة يعني حتى لو انا انا مش بقول عشان بجيب في الماضي بس انا بقول عشان حتى اللي بتسمعنا انا من اول يوم انا اقبض مرتبي ليه انت ليه بضلك هو مرتبك وانا ابلغ في العمل انه ده مرتبي انا ما عارفة يعني ايه يعني كان هو بيزعل من اقل حاجة وانا كنت مستيحة حياتي لا معلش ما فيه ما يزعلش فانه يكل فلوسك ما يزعل لا هو البقى دلوقتي اما انا خدت فلوسي وبدأت ان انا اصرف على عياني عشان انت عاودتي انت عاودتي من الاول على الطريقة دي ايوان اه فكان من اول يوم يعرف ان انت اللي تزعل مش هو الواحد يزعل ياخد فلوس لا انا غلطن يستحل لها واقول هو يزعل ما يزعل اذا كان بيزعل من الحق يزعل هو المفترض انت مسؤولة منه مش العكس وانا ااخد لو انا كوردت فيزيجة بهذه الصورة اكون حاسمة من غير اساءة اداء انا استاهل كل دكتا حضرتك انا استاهل كل الاجراء لا انا ما اصدش سمخيني انا اللي اخدته على كده بس انه كان بيجيب كل حاجة وهو اللي شايل البت من مجيب لا انت ما تنزليش سوء انت ما تجيبيش انت ما تعمليش كده جاء حيو ده يجب عليك ومش بيتفضل عليك لبنتي لبنتي اشوف طلباتها وكده وبعدان اروح يعني الحياة كانت نمشيها بس جاء في الاخر قال لي انا واخدك عشان مرتبك ما شاء الله ده ايه الرجولة القوية دي واخدك عشان مرتبك يعني لا حولة ولا قوة الا بالله العليل العظيم طيب ما فيش حد من العيلة عندك يقعد يتفاهم معا الزوج ده حتى يعني وان يتفرق يغني الله كل من ساعته ما بيكبرش لأي حد ما بيكبرش لأي حد ما بيكبرش لأي حد نعم ما بيكبرش لأي حد طيب عشان خاطر البنات اذا هو كان عنده استعداد لذلك لكن هرجع تاني على اصول ان مرتبه في جيبي وانك انت تنفق على اولادك قبل بهذا الامر ما قبلش يبقى على الاقل مرتبك معاك مش هو بقى يديك وقت ما هو يعوز هو احنا في زمن العبيد يعني ايه ده تقصير شوفوا النبي عيسى وقت والسلام يقول كفى بالمرء اث من ان يضيع من يعول ده يعني حصل من الاس ما لم يحصله احد يعني كفاية عليه الاسم اللي محصله بس من تضيع اللي فرقبته ان كانت زوجة ولا ان كان اولاد اولا اذا اذا يعني اوجب على نفسه النفق على البنت اللي كانت مع حضرتك ليه بنتك لكن من زوج اخر وخالف ذلك الشرط فقد وقع في اسم عظيم لان ده المؤمنون والمسلمون دوما زي ما اخبر النبي عليه الصلاة والسلام على قائمين على رعاية الشروط وان احق ما اوفيتم به من شروط احنسها ايلين حديث النبي عليه الصلاة والسلام ما استحللتم به الفروج فوجب على الانسان بالذات في مسألة الشروط التي يأخذها الانسان على نفسه عند عقد الزواج وبعدين يخالف في ذلك الامر مصيبة طيب هو رجع وانت قبلت بهذا الامر النقطة التانية انك تنجبي منه ويقصر بقى في اولاده وبعدين يقول لك هسانا متجوزك عشان اخذ مرتبك ده اي اثم حصل ذلك الرجل نسأل الله له ان يفيق من هذه الغفل اما الحج والعمر بقى نتكلم عليهم بعد ان شاء الله الفاصل ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يبصرنا جميعا وإياكم بالحق على الدوام نطلع للفاصل ده وان شاء الله نكمل بعد هذا الفاصل اللهم اجعل هذا البلد آمنا وسائر بلاد العرب والمسلمين وارزق اهله من السمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر اللهم اجعلنا مسلمين لك واجعل ذريتنا امة مسلمة لك وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام والطول والإنعام والعفو والإحسان والمنن والرضوان من علينا بنعمة الأمن والأمان والهداية والإيمان وأدم علينا نعمة السلامة والسلام والعافية والتيسير والتوفيق على الدوام واحفظنا واحفظنا بحفظك الذي لا يرام يا خير الحافظين ويا مجيب السائلين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصل اللهم وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين اللهم آمين 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 مرحبا بحضراتكم من جديد ونعود إلى السائلة الكريمة لسيطة مونورة واللي اتكلمنا معاها في إن الزوج يعني رافع يعني أواضي عليها وهي كمان وبتقول يعني الوضع متأزم فيما بينهما وهو أخل بجميع الشروط التي أخذها على نفسه من الإنفاق على ابنة زوجته وحتى بعد ما أنجب من هذه الزوجة بعد الدخول عليها بتقول كمان إنه لا يقوم كذلك بالإنفاق علينا وذكرنا بحديث النبي عليه الصلاة والسلام كفى بالمرء إثمن أن يضيع من يعول أو من يقود في رواية أخرى لأن الزوجة والأولاد من من يجب على الزوج القيام بالنفاق عليها وعلى أولاده كذلك وبالتالي هو رجع في الشرط الأول وأخلى بذلك الشرط وأخلى كذلك بالتكليف الذي عليه من رعاية الحقوق التي تجب عليه للزوجة والأولاد طيب إحنا حاولنا معاه كل المخارج الطيبة أو بالطرائق الطيبة لكنه لم يمتثل لأي منها فانتهى الأمر إلى أنه بقت أواضي بهذه الصورة فلازم من استشارة قانوني في هذه المسائل اللي حضرتك قلتيها لأنه إثبات أنك انت امتثلت الأمر الطاعة وهو لم يمتثل وعايز يعني يعكر عليك الصف أو يديك لكن إن كان هناك جانب للصلح باتفاق جديد ووضع شروط فأتمنى وسامحين ما قصدت أبدا إن أنا يعني أقول لي عشان تقولتي أنا أستاهل كل اللي بيجرالي لا أقصد مما قلت ذلك إنما أقصد إيه إظهار الأمر لأنه السعيد من التعضى بغيره ففي كتير بيسمعونا من النساء تيجي تقول يعني تنبهر من البداية بأنه بيقوم بالحقوق ومش عارف كذا وبعد كده إلى أن تطمئن فتعطي له كل شيء اطمئني وكل حاجة لك نحفظي لنفسك حقه ما فيش أي مشكلة هو لو رجل رجلا حقيقيا لن يقبل أن يمده قدي على فلوس زوجته ولا بهذه الطريقة يقول لها نتجوزك عشان ناخد مرتبك يعني كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول وما ينفعش تديك شيء إلا تكون هي رضي عنه وإلا أنت طعمت حراما ننتبه أن المعاملات والتحذير من أن يطعم الإنسان والمال الحرام مش بس مال الناس اللي برد بل آكد في حق الزوجة تجاه الزوج وفي حق الزوج تجاه الزوج لهي تاخد من وراه وتنفق على نفسها وعلى أهليها ولهو ياخد من وراها أو يغصبها أو بسيف الحياء كما صنع وأكون أنا من الأول وأفطن نفطن البنات على كده لابد أن تستقل المرأة الشرع جعل لك استقلال مادي وجعل لك استقلال في أشياء كثيرة كون الرعاية التي تجب من الزوجة والقيام بحق الزوج مش معناه تضيح حقوقك إنما معناه رعاية حق ذلك الزوج عشان البيت يكون مطمئن ولما الشرع الشريف جعل لك دمة مالية مستقلة هذا من إكرام الشرع للنساء وعشان البيوت تمشي صح مه أنا لما بحافظ على حقي بقلل نسبة حدوث المشاكل في المستقبل فلما بقول لبنتي أنت المراتب بتاعك أو أمورك المالية خاصة بيك إن احتاج وانت ساعدتي من وقت للتاني فيعني ده من أصل الكرام وده نأمل من الزوجات الفضليات لما تجد الزوج في عسرة أو هو عنده ديء ما عطش تفرج على زوجي في هذا الحال لكن ما يبقاش حق مكتسب يكون هو معه القدرة على الإنفاق وعايز بس يأكل هذا الملب الباطل وبعد كده نقول أصو بيطلع عمرة ما يطلع عمرة ولا يعود يعمل عمره طول عمره بيعمل عمرات وحج وأكل مال الناس بالباطل لن تمحوا هذه العمرة أكل هذا المال عشان الناس دايما بتسمع كل الأحاديث وحتى الآيات القرآنية وأوضحت هذا الأمر إنه بالنسبة للإنسان العمرة إلى العمرة كفار لما بينهما ورمضان إلى رمضان كفار لما بينهما إذا إيه؟ إذا اجتوني بات الكبائر وأكل مال الناس والاستطال على الضعيف من الكبائر عدها أهل العلم من الكبائر الاستطالة يعني أنا بسيف أن أنا الزوج حياخد اللي معاك استطلت عليها تعسفت استبديت هذا من الكبائر؟ نعم من الكبائر أن يأخذ مالها بسيف الحيائي أو بالضغط أو بالاستطالة والتكبر والعناد وإن أنا أستبد بأمر أن أنا زوج وأأخذ هذا المال ده من الكبائر لازم تسمحك يعني بتطلع عمرة وبتطلع حج يلي بتصم كل اتنين وخميس يلي بتروح تنفق وتجهز العرائز برا وأنت أهل بيتك محتاجين الأكل والشرب يعني إحنا بنرتب الدنيا إزاي؟ في أمور واجبات وتكاليف هذه مقدمة على جميع المستحبات ما ينفعشي يكون بيتي أنا محتاج وأهل بيتي محتاجين وأقول أنا طلع تصدق ضيعت الأساسي المكلف اللي في عنق الإنسان يحاسب عليه وأروح أدي الآخرين يعني ده يحدث الطراب ولا لا يحدث الطراب يحدث الطراب كذلك بنقول للأمهات وبنقول للآباء نربي بناتنا إزاي تكون زوجة صح داخل البيت وفي نفس الوقت هي مصحصحة جدا للحقوق التي لها وأيضا للواجبات اللي لهذا الزوج عليه في واجبات لابد أن تقوم بها لذلك الزوج لا يتعارض هذا مع ذاك في ضيعة حقوقك لابد تبقي عرف حقوقك كويس واستقلالك ده كفالته لك الشريعة جعل لك أنصبة في المراس على مختلف وضعك وبحسب ما يقدر جعل لك الشرع الشريف حق في رقبة ذلك الزوج لينفق ذو ساعة من ساعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله معاه مش معاه عليه النفق على قدر يساره وإعساره وإنتي حبيت تساعديه وتدفعي الأولاد ودي صادقة أنت بتقومي بيها لا تجب عليك فأكون أنا بعمل دونة فهمة وأفطن بناتي إزاي بنت تكون باسمة في وجه زوجها تعطيه جميع الحق الذي لا يجد بيتا هنيئا جميلا يرتاح فيه ذلك الزوج وهي برضو في نفس الوقت أفهمها لك في رقبة ذلك الزوج كذا وكذا إن قصر ذلك الزوج أطلبه في لياقة ولطف وأدب ما تفتنيش المعاملة الطيبة ما تفتنيش الحكمة في التعامل ما يفتنيش حصن العشرة الذي يجب من الزوجة لزوجها وكذلك من الزوج لزوجته لكن تضيع الحقوق مش هو ده اللي بالعكس هو بيعمل مشاكل في النهاية فلما بنقول للزوج عرفي ما لك وما عليك عشان تنقلل المشاكل اللي ممكن تكون موجودة في المستقبل فأنا يعني إيه بربي الأولاد ذكورا وإناثا على إنك فرقبتك يا أيها الصبي بعد كده لما بيجبروا نعرف دول ونعلمهم الحقوق اللي تجب للخلق عشان ما نطلعش أجيال تعبانة لهي عرفة تقوم بالحقوق لجميع الخلق مسلمين كانوا أو غير مسلمين فالمسألة التوعية المستمرة التوعية للمجتمع إيه حقوق المجتمع علي التوعية الخاصة بالأسرة التوعية الخاصة بزملائي في المدرسة التوعية الخاصة بأبي وأمي التوعية الخاصة يعني بعلمهم إزاي يتعاملوا مع مختلف الخلق فيؤدي هذا الإنسان للعالمين جميع الحقوق كل حاجة في وقتها وفي مكانها وعلى الصفة التي تجب عليه لكن ما تبقاش الأمور بالمنظر ده وأقول أصلنا أمنت أنه هو من الأول حتى لو أمنت تدخي لكي ابنة وكم من الأول لما قالك أنا مش حصرفي بخلاص مرتبي ده لهذه الفتاة اللي هو مش أبوه فإحنا بس مش بنجيب الماضي عشان يعني نسبب بإزعاج لحضرتك أو لأحد من السائلين إنما ليه طعض من يسمعنا لأن الحوادث متكررة متشابهة وللأسف إنه إحنا بنشوف كتير بيصلوا بيصوموا بروحوا يحجوا ويعتمروا مضيعين الحقوق إن شاء الله تحج عمرك كله ولا تعتمر عمرك كله مضيع حقوق الناس لا ثواب إلا لما تدي الحقوق لأصحابها لا حج ولا عمره طالما أنت مرتكب كبائر وتضيع الحقوق من أكبر الكبائر سلام عليكم ورحمة الله الحجة ولاء أهلا بك يا ستة الحجة حناخد الأسئلة بعد قليل كده على التعليقات معنا الحجة ولاء أهلا لا حق الدين في عدم رجوع الأمانة لأصحابها وأكل من يتام والحج والعمر يمحوا الزنب ده لا طبعا عدم رجوع الأمانة لأصحابها احنا يسا كنا بنكلم فيها حاضر يا حجة ولا احنا يسا يعني مش هنضيف كثيرا عما قلته منذ قليل ولي لسا أنا يعني مخلصة الكلام فيه وتضيع حقوق الخلق واروح اعمل بيها حجة وعمرة لا يغفر احنا قلنا قبل كده ونظل نقول ان دي من الحاجات اللي احنا ملاحظينها موجودة في المجتمع حالة كده من تلاقي انت بتتعامل مع شخصيتين في شخص واحد بيصلي بيصوم ضيحوا الخلق كل عبادة كل الصيام الصلاة الحج العمرة كل هذه التكاليف الزكاة كلها لها ثمرات اخلاقية اذا لم يشعر الانسان او لم تتجي هذه العبادات ملاقيتش نفسي انسان انساني بمعنى الانسانية من الرحمة والقيام بالحقوق ورعاية حقوق الاسرة وحقوق المجتمع وحقوق الخلق اجمعين يبقى انا لا صليت ولا صمت ولا عملت عمرة ولا عملت حج ما فائدة القيام بهذه التكاليف والانسان مضيع للحقوق ربط الله كل تكليف من هذه التكاليف بثمر اخلاقي قالك ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر فلو كنت بصلي واطلع سب الدين ولا اطلع اقوم بالكبار ولا استمر الكلام على الناس انا ما صليتش واقذي الخلق لا بالنظرة او بكلمة او بنظرة من المسلمين او من غير المسلمين ودي امور ما فيش فيها خلاف ما فيش فيها خلاف الخلاف هو ان احنا بعيدنا عن المناهج الرشيدة احنا لم نتعلم وعدنا سنين بعيدين عن هذه الانوار القرآنية او النبوية فاضحى فيه خلل في المجتمع بقى فيه وجهين مش وجه واحد فانتهى الحال الى هذه الحال التي لا ترضي الحق سبحانه وتعالى جل في علام الصلاة قالك تنهى عن الفحشاء والمنكر الزكاء قالك والصدقة ألخذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم به تطهيرهم من البخل ومن الشح ومن التكالب على الدنيا وتزكي مشاعر الرحمة والعطف والموساوى والبذل للاخرين ولا يحرم من الصدقة غير المسلمين بل الصدقة للمسلمين وغير المسلمين ثم يتحدث تتحدث الايات القرآنية وجميع التوجيهات الربانية الى رقط جميع العبادات بثمرات اخلاقية اذا العبادات التكاليف دي طريق الى حسن الاخلاق الى مكارم الاخلاق ييجي النبي عليه الصلاة والسلام يؤكد على هذا المعنى يقول حضرة النبي عليه الصلاة والسلام انما بعثت لأتمم صالح الاخلاق وفي رواية مكارم الاخلاق اذا البعث النبوية جل غايتها ان الانسان يعيش بهذه الاخلاق النورانية اللي الطريق للوصول اليها القيام باحساس وبخشوع وبخضوع وباستشعار معاني بل الاستشراف ان النفس تتشوف للوصول الى هذه الثمرات اما من انه تبعد الصلاة الانسان عن الفحشاء والمنكر وتبعد الزكى الانسان عن الطمع والجشع والبخ وتجعل ويجعل الصيام في نفس الانسان تنشيطا للتقوى فهو يتق الله سبحانه وتعالى في جميع احواله في السر وفي العلن يجي الانسان اللي بيسافر في الحج وتزود فان خير الزاد التقوى سواء في الحج او في العمرة فيتزود الانسان بما يصلح به حاله ويساعد كذلك ويكون ذلك الانسان مصدرا من مصادر الرحمة للخلق هذه هي ثمرات هذه العبادات فاذا انا ادت العبادة بشكل شكلي دون استشعار بما يجب ان اقوم به بانا ما ادتش العبادة لم اقوم بهذه العبادة على الوجه الذي يرضي الحق سبحانه وتعالى كبائر الزنوب لا تمحى بالعمرة ولا بالحج انما كبائر الزنوب اللي من ضمنها اكل مال الناس بالباطل لا يعفى عن ذلك الانسان الا بسداد ذلك الحق الى اصحابه فلو كلت مال انسان مال ايتم باء مال غير ايتم مسلمين غير مسلمين وكلت هذا المال ولم تقوم ايها الانسان بسداد ذلك الحق الى اصحابه فلن تمحوا العمرة هذه السيئات ولن تقوم العمرة باعفائك من هذه الحقوق بل الذي بعد توبتك واستغفارك يقوم بانك تمحي الخطايا دي بانك تسدد الحقوق لاصحابها سواء امت الحقوق بقى لأسرتي لزوجتي لطلقتي لانا كلت فلوسها لولادي لانا رميتهم وما سألتش فيهم لاصحاب الحقوق من الاقارب او الجيران او الاه او الخلق اجمعين لانه ما ينفعش الانسان يأكل اموال الناس بالباطل اموال الناس مش اموال المسلمين بس لابد من سداد الحقوق وانك تسأل اللي انت خدت فلوسه دي بغير حق بغير وجه حق او اسأتي اليه بغير وجه حق انك تقول له سامحني فقد قصرت في ذلك الحق لو انا مش هعرف ان انا اوجهه بصفة مباشرة يبقى ارجع هذه او اعود بارجاعي هذه الاموال او هذه الحقوق حتى ولو بصفة غير مباشرة القاكم ان شاء الله بعد هذا الفصل اللهم اجعل هذا البلد آمنا وسائر بلاد العرب والمسلمين وارزق اهله من السمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر اللهم اجعلنا مسلمين لك واجعل ذريتنا امة مسلمة لك وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم يا حنان يا منان يا بديع السماوات والارض يا ذا الجلال والاكرام والطول والانعام والعفو والاحسان والمنن والرضوان من علينا بنعمة الامن والامان والهداية والايمان وادم علينا نعمة السلامة والسلام والعافية والتيسير والتوفيق على الدوام واحفظنا واحفظنا بحفظك الذي لا يرام يا خير الحافظين ويا مجيب السائلين واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصل اللهم وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين اللهم آمين 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 مرحبا بحضراتكم من جديد ونعود إلى بعض الأسئلة المطبوعة معانا من البريد اللي بيجي على الصفحة الرسمية لبرابة قلوب عامرة وكان وان شاء الله ينزل لحضراتكم على الشاشة اسم الصفحة اللي حضراتكم بترسلون عليها وكان فيه أخت فاضلة بتسأل إن زوجها عندها سؤال إن الزوجة لما بتكون واخدة من زوجها مبلغ وبيتشغلوا عند أقاربها في بيع وشراء فهل يجوزوا أن تأخذ مصروف خاص لها غير مصروف البيت؟ يعني هو السؤالين أنا شايفة أو أنا أكون مش فاهمة السؤال ما لهمش علاقة بعض يعني أنت دلوقتي بتشغلي الفلوس أو فلوس زوجك بتشغليه عند بعض الأقارب ريبك يعني فالفلوس دي هترجع لزوجك بالأرباح على الاتفاق المتفق عليه أنت بقى من ضمن حقوقك اللي كنت بتقولي لزوجك أيها الزوج الكريم زي ما أنت عامل مصروف للبيت اعمل لي مصروف خاص بي عشان تكوني حرة في مسألة الإنفاق ما يبقاش فيه تضييق عليك في مسألة الإنفاق أنت اللي بتقومي به يعني لما بيعطيك الزوج النفقة بتبقي أنت حرة التصرف في هذا المال وده ملوش علاقة بمسألة البيع والشراء والحكاية دي صاحبة السؤال ومسألة شهادات الاستثمار اللي حضرتك بتسألي عنها قلنا لا مانع في أن حضرتك توضيع في البنك بعض من الأموال ويدخليها في شكل أو معاملة شهادات الاستثمار يا أختنا الفاضلة وأجبنا على السؤال ده أمس سلام عليكم أستاذة نور سلام عليكم وعليكم السلام بك يا دكتور أهلاً وسهلاً ومرحباً أستاذة نور أهلاً بحضرتك يا دكتور دكتور بالله كان عندي سؤال في المواريس بس يعني أنا عاصمة في الشهن لحضرتك بس اللي هتريحني الصراحة في السؤال ده فضل يا ستة نور بص يا دكتور هو دلوقتي أنا غريبي اتوسط وكانت جات للعمارة بإسمه زوج حضرتك توسط والد حضرتك والد حضرتك وكان كاتب العمارة بإسم والدتي فوالدتي موجودة لسه موجودة غداً جاتي فبلوانتي والدتي عايزة تقسم العمارة بإن إحنا ثلاث إخوات بنت وولدين إن كل واحد فينا قاعد في شقة دي إحنا عادين فيها من ساعة ما والدنا كان موجود ووالدتي قاعدة في شقة وفي دور تحت والدتي في شقتين متأجرين بيدخلوا ريع يعني وفي محلين وشقة تحت كل الخمس عيون إن أنا بتكلم فيهم بيدخلوا دخل آآ والدتي قالتلي إن آآ دلوقتي آآ شواء لإحنا قاعدين فيها دي آآ حقنا آآ ده الكلام لي أنا خاف بي أنا لو إنت عايزة تدمي إدمي إنت حرة الإروف دي حيطلع قوضة وفالة مش حيطلع قوضة شقة لكن بالنسبة لتحت هي عايزة تقسم إن كل ولد ياخد الشقة اللي هو أفضل مقيم فيها دلوقتي يعني أنا مثلا أخويا كبير ياخد الشقة اللي هو مقيم فيها زائد الشقة اللي بعد عمر طويل بتاعت والدتي وأخويا الثاني شقة اللي هو مقيم فيها زائد الدور اللي فيها عينتين متقدرين وكل واحد فيهم يوم محل وشقة زغيرة خالص بتتقدر تحت غيرها بتاعي أنا مع الشقة اللي أنا مقيمة فيها مع الحق إن أنا إذا كنت عايزة قابل من فضح أو مبنموش فالتقسيمة دي من وجهة نظر حضرتك صح ولا غلط يعني هي عايزة تدي كل للذكر مثل حد الأنساء؟ بالضبط كده عايزة تدي الولد المكان الآن فيها والشقة كمينة تمام وهي ليه مستعدلة على تحسين؟ كل واحد فيهم محل إنه إيه؟ كل واحد فيهم ليه محل وكده يبقى أخذ أكتر من حقه؟ مش عارفة ما أنا بقول لحضرتك ما أنا بص يا ست نوع أنا شكرا لتليفون حضرتك بس عشان الأمور دي محتاجة نوع من الضبط أنا هقول لحضرتك الجزء اللي أستطيع إن أنا أقول فيه كلمة أما الأجزاء الأخرى من المقدار القسمة إيه بالضبط عشان ما يكونش فيه جور لحق على حق آخر طبعا العمارة دي أهداها والدك لولدتك فبقت عطية من الوالد للوالدة جات الوالدة دلوقتي حبة بما إن المسكن ده ملك الوالدة عايزة تملك كل واحد قاعد في الشقة الشقة اللي قاعد فيها هل يجوزوا لها دلك؟ لا مانع أن تعطي الأم لأولادها أو يعطي حتى الوالد لأولاده فيملكهم الشقة اللي قاعدين فيها فأنا جيت لكل واحد اديته الشقة عشان ما نعملش نزاعه فأنا اديتهم عطايا لكل بنت وكل ولد كل واحد شقة قاعد فيها هي دلوقتي عايزة تقسم ما بينكم إما بالتساوي أو بمسألة إنه للذكر مثل حظ الأنسين المسألة في خلاف بين السادة الفقهاء في هذه القضية ما إن أراد إنه يعني يقسم العطايا على هذه الصفة أو إنه بما يملك الإنسان أو إنه على جهة التساوي والعدل فعشان المسألة تبقى منضبطة ويبقى فيها مسألة إنما ملكتكم الشقة دي ما فيش منها مشكلة مسألة التقسيم وإحنا خلاص في نهاية الحلقة أرجو إن حضرتك تخدي تفصيل البيانات الخاصة بذلك وليه الولد الكريم عايزة تعمل ده في المبنى ده فقط ولا هل هناك أملاك أخرى وناخد القصة دي ونطلع على دار الإفتاء هيعمله التقسيم ده بصورة إذا كانت هي حبة ده على جهة إنه بعد يعني وهي ما زالت عايشة عايزة تدي ده على جهة التقسيم بالتساوي أو على جهة للذكر مثل الحظ الأنثين فيفتوك في هذه القضية بالتفاصيل إن المفترض حضرتك تكون معاك وانت رايح دور الإفتاء وفي الختام يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم واغفر إلهي لكل المسلمين بما يتلوه في المسجد الأقصى وفي الحرم بجاه من بيته في طيبة حرم واسمه قسم من أعظم القسم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق بكلهم عليك الصلاة والسلام يا سيدي يا رسول الله أستودعكم عناية الرحمن وسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته موسيقى اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة شكرا